موسيقى اياكم الله مشاهدنا الكرام اعلنت سلطة الاسد خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة للمرة الثالثة خلال شهرين جراء هجمات اسرائيلية وقالت وكالة انباء سلطة الاسد سانا ان اسرائيل نفذت هجمات صاروخية من جنوب شرقي حلب مستهدفة مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط المحافظة ما يتسبب بخسائر مادية وسقوط قتلى وجرحة في صفوف عسكريين تابعين لسلطة الاسد نتابع التقرير تالي ثم نبدأ الحوار مرة اخرى يتجدد القصف الاسرائيلي على مطار حلب ويخرجه عن العمل وكالة الانباء سانا التابعة لسلطة الاسد نقلت عن مصدر عسكري لم تسمه ان سلاح الجو الاسرائيلي نفذ عدوان جويا برشقة من الصواريخ من اتجاه جنوب شرقي حلب مستادفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط المحيطة به واضاف المصدر لسانا ان ما وصفه بالعدوان الاسرائيلي ادى لمقتل عسكري واصابة سبعة مجروح ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بدورها اكدت القناة الثانية عشر الاسرائيلية ان من بين الاهداف مستودعات ذخيرة للميليشيات الايرانية اسرائيل التي نادرا ما تؤكد تنفيذ ضربات لها في سوريا الا انها تكرر انها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات ايران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وكانت اسرائيل قد شنت خلال الاعوام الماضية مئات الضربات الجوية لها في سوريا طالت مواقع لجيش سلطة الاسد واهدافا ايرانية واخرى لحزب الله من بينها مستودعات اسلحة وذخائر في مناطق متفرقة وارحب بضيوفي السيد غزوان مصطفى الغدير بكالوريوس علوم سياسية وعلاقات دولية من غازي عنتاب وايضا الرائد يوسف الحمود ضابط منشق من الشمال السوري وابدع من عندك الرائد يوسف في البداية يعني ما الجديد في هذه الضربات الاسرائيلية شكرا لك أستاذ ولضيفك الكريم ولسادي متابعي قناة حلب اليوم حياك الله بالنسبة للضربات الاسرائيلية التي استهدفت ليل أمس فجر اليوم صباحا مواقع في كل من مدينتي حمص وحلب لم تحمل الجديد أو تختلف عن الضربات السابقة التي كانت وكنا نشهد تنفيذها من قبل القوات من قبل الجانب الإسرائيلي على مواقع نظام الأساد أو الميليشي الإيراني في سوريا هي شبهة بالضربات السابقة لم تحمل الجديد إنما يتم تطوير الآلية الاستهداف على ما يبدو نتيجة المعلومات استخباراتهما يعني يتم تغيير نوعية الأهداف اللي يتم استهدافها إنما هي ما تختلف يعني سواء بزمن تنفيذ الضربات المواقع اللي يتم استهدافها الآلية التنفيذ هي الطيران الحربي الإسرائيلي يعني شبهة بالضربات الحديث عن موضوع أخراج المطار الحلب عن الخدمة هو أخراج مؤقت لأنه الاستهداف الإسرائيلي في سوريا خاصة يعني لما يستهدف المطارات اللي فيها هي مشتركة ما بين الطيران المدني والعسكري مثل مطار حلب الدولي فعم يتم استهداف مهابط الطيران بالإضافة إلى بعض الأبن والمستوداعات اللي عم تم إشغالها من قبل ميليشيا الإيراني من قبل إيران في سوريا من أجل أن نجعلها يعني أماكن تسليح أماكن أماكن المستوداعات للزخائر والعتاد الإسرائيلي نعم يعني في حال نعم يعني الرائد يوسف حضرتك طيار سابق منشق يعني لماذا يتم استهداف المهابط للطيران المدني ويعني يتم وصف الأهداف بأنها مستوداعات ذخائر هل يوجد مستوداعات بجانب هذه المهابط أم أن الطائرات هي نفسها تحمل ذخائر آه تمام هلا هو استهداف المهابط من أجل إعاقة الحركة فقط يعني على ما يبدو قد يكون هناك هبوط قريب ما لطيران المدني الإيراني في مطار حلب وهي كلها بتعتمد على آلية الإيرانية التي تم فيها نقل الزخائر والأسلحة إلى داخل سوريا هل عن طريق الممرات البري أم عن طريق الممرات الجوية مؤخرا بعد حادثة الزلزال في سوريا والاستثمار السياسي لنظام الأسد في موضوع الزلزال أيضا استغلت إيران جانب الإنساني في إدخال المعونات إلى داخل سوريا وقامت بنقل العديد من شحنات الزخائر تم الهبوط في مطار حلب وفي مطار دمشق لذلك نحن لاحظنا مجموعة من الضربات استهدفت مطار حلب واستهدفت مطار دمشق الضرب الإسرائيلي لن تستهدف إخراج المطار عن الخدمة فإخراج المطار عن الخدمة هذا شأن سياسي دولي يخص التنسيق الدولي في حركة طيران ونظام ملاحة الجوي فوق سوريا هناك طائرات غير طيران إيراني كذلك طيران مدني يعبرد في سوريا وينفس هبوطات سواء في مطار دمشق أو مطار حلب فهي تعمد إلى استهداف المهبط ومعروف أن المهبط خلال ساعات معينة خلال يعني أبعد مدى 24 ساعة إلى 48 ساعة يتم إعادة تجهيز المطار للهبوط فالاستهداف عم يتم نتيجة معلومات استخباراتي أنه فعلا الجانب الإيراني نقل زخائر وشحنات سلاح وعتاد إلى الداخل السوري عن طريق الممرات الجوية والمطارات وبالتالي فعلا نحن لاحظنا أنه كان الاستهداف استهداف مستودعات داخل مطار حلب الدولي وفي محيط المطار تم الاستهداف أيضا لمستودعات في معمل زيت في نطقة جبرين قرب السفيرة أيضا تم استهداف شاحينات كان الاستهداف عم استوى شاحينات هي كانت داخل مؤسسة معامل الدفاع متوقفة كانت تنقل من داخل المطار حلب الدولي إلى مؤسسة معامل الدفاع أيضا استهداف مقر قيادة للميليشيا الإيراني داخل مركز البحوث العسكري في السفيري البحوث الجوية في السفيري فالاستهداف عم يأتي هذه النوعية من الاستهداف شاحنات ومراكز قيادة ومستودعات ويعني في لحظة نقل نعم يعني حتى على مستوى شاحنات تم استهدافها كان هناك معلومات استخباراتي دقيقة بأنه فعلا تم عملية هبوط طيران مدني في مدينة حلب إيراني وتم أفرغ شاحنات نعم يعني حتى في لحظات وصول هذه اسمح لي يعني الرائد يوسف أنا أنتقل لسيد غزوان وأجدد الترحيب بك سيد غزوان مصطفى وأريد أن أسألك هذا الاختراق الاستخباراتي الكبير من قبل إسرائيل للميليشيات الإيرانية والقناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت بأنه تم استهداف ذخائر وقبل قليل قال الرائد يوسف بأن هناك أيضا قيادي من الميليشيات الإيرانية تم استهدافه في معامل الدفاع في السفيرة وأيضا على مستوى شاحنات هل هناك خرق استخباراتي كبير أم أن انتشار الميليشيات الإيرانية هو كبير بك عبادة والضيف الكريم والمشاهدين الأكارم وشكرا على الاستضافة حقيقة استهداف إيران لم يكن فقط بناء على معلومات استخباراتية لكن يبدو أن هناك كان محاولة من الإيرانيين بتغيير قواعد وخطوط الاشتباك اتحدثت عدة دوائر عبرية من مراكز دراسات ووسائل إعلام مقربة من صنع القرار أن الشحنات المستهدفة كانت هي لطائرات بدون طيار وهو ما يحدث خلل في قواعد الاشتباك السابقة التي كانت موجودة فضلا عن أهمية حلب للإيرانيين فإيران على سبيل المثال موجودة في الجنوب السوري تحاول التواجد على الحدود مع الكيان أو مع دولة إسرائيل وفي الشرق السوري في معبر البوكمال ولاحظنا كم استهدفت تحالف القوافل الإيرانية وكما تفضل عطفاً على كلام ضيفكم الكريم أن إيران استغلت الزلزال وما يثبت أهمية حلب بالنسبة للإيرانيين نذكر بعد الزلزال أن إسماعيل قآني خليفة قاسم سليماني زار مدينة حلب قبل حتى وصول بشار الأسد إليها ما يؤكد أهمية حلب بالنسبة لإيران فبتثبيت قواعد لإيران في مدينة حلب وهي المدينة المهمة والمدينة الثانية في سوريا وذات الموقع الجغرافي وسواه من العوامل التي تصب في أهمية حلب ضمن الخارطة أو الحدود السياسية لسوريا عموماً يؤكد على أهمية حلب بالنسبة لإيران فإيران استهدفت في وسط سوريا في بادية حمص وفي شرق سوريا في محافظة دير الزور وفي معبر البوكمال فحاولت إيران تغيير قواعد الاشتباك واستغلت الزلزال كذلك إذ أن كثير من الأسلحة نقلت على أنها مواد إغاثية وفي برادات للأغذية وفي شاحنات تحمل شعارات أنها مواد أغذية ولكنها لم تكن كذلك هذا الاستهداف جاء نتيجة معلومات استخباراتية كما ذكرت سابقاً أنها أكدتها عدة دوائر عبرية أنها كانت لطائرات بدون طيار وهو ما يحدث خلل في التوازن في قواعد الاشتباك إيران تحاول امتصاص الضربات وتحاول التسويق على قتلها في سوريا على أنهم شهداء خاصة إذا كانوا من الحرس الثوري ولا تبالي بالعناصر الذين يسقطون قتلى من جيش النظام لكن هذه المرة كما تحدث الأعلام العبري أو مركز دراسات تحديداً ومركز ولاء المقرب من الدوائر صنع القرار ومن الدائرة السياسية والدائرة الأمنية في إسرائيل أن الشحنات المستهدفة كانت لطائرات بدون طيار يبدو أن إسرائيل تعمدت أخراج المطار من الخدمة حتى تكون سياسة رسالة قاسية اللهجة مثل ما يقال أن لا نقبل بتغيير قواعد الاشتباك ولن نقبل بدخول طائرات مسيرة على الخطب نعم لكن سيد غزوان ذكرت حضرتك بأن إيران استغلت الزلزال وقامت بإدخال الكثير من الأسلحة لماذا الآن إسرائيل تستهدف هذه الطائرات بدون طيار وهل كان هناك دخول سابق وهل بالفعل خزنت إيران وميليشياتها أسلحة نوعية في الداخل السوري؟ نعم لا نستطيع فصل الجغرافية السورية عن بعضها البعض ولا دراسة السلوك الإيراني لاحظنا سابقا أو قبل مدة بسيطة كيف أن إيران حاولت أن ترد على التحالف واستهدفت أحدى منشآت التحالف في شرق سوريا في حقل العمر تحديدا عبر طائرة مسيرة إيران يبدو أنها قطعت شوطا في إنتاج تلك الطائرات ولاحظنا كيف أنها زودت روسيا بها بالحرب الأوكرانية فهي سلاح لا يكلف بشريا ولا يكلف اقتصاديا إذ بإمكانك أن تسير مسيرة ببضع مئات من الدولارات وتحدث أثرا إن لم يكن ماديا أو يسقط قتلى أو شيء لكن إيران ستطبل وتزمر أنها استهدفت قاعدة للتحالف وسواه ولاحظنا أنها فعلت ذلك كذلك فضلا عن الطائرات المسيرة وربما الرائد يعرف بالأسلحة بالتفصيل أكثر فضلا عن الطائرات إيران تحاول تخزين الصواريخ وحاولت نقلها عدة مرات الصواريخ الباليستية أو التي يكون مداها مئات الكيلومترات حاولت تخزينها أو جلبها إلى سوريا ولما عجزت واستهدفت أكثر من مرة حاولت إنشاء مصانع لتلك الصواريخ وربما جاءت بها على شكل أجزاء وإعادة تجميعها في سوريا فإيران نعم خزنت بعض الأسلحة النوعية في سوريا بكل أسف نعم وحول ما أثرته وحضرتك من تغيير لقواعد الاشتباك الذي تحاول طهران إنشاءه في الحرب والمواجهة ما بينها وبين إسرائيل سيكون محور حديثنا للقسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدين الكرام وضيوفي على كالم أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب بضيوفي السيد غزوان مصطفى الغدير باكالوريوس علوم سياسية وعلاقة دولية من غازي عنتاب وأيضا الرائد يوسف الحمود الضابط المنشق معي من الشمال السوري الرائد يوسف يعني ثلاث مرات توقف مطار حلب الدولي وخرج عن الخدمة لماذا لا تغير الميليشيات الإيرانية من استراتيجيتها في إدخال الذخائر ولماذا تكرر نفس الأخطاء الماضية آخر كريم بالنسبة للسلوك الإيراني في إدخال العتاد والزخائر الإيراني إلى داخل سوريا كان معروف أما عن طريق المعابر البرية من العراق باتجاه شرق سوريا معروف أن هناك شرق سوريا مكان سيطرة شبه سيطرة كاملة للميشي الإيراني أدخلت عديد من الشحنات عن طريق البر تم استهدافها عدة مرات وبشكل مستمر كانت تقوم التحالف الدولي باستهداف الشحنات الإسرائيلي القادمة عبر البر حاولت إيران تغيير من سياسة إدخال المواد الزخائر والمواد العسكري إلى سوريا فدخلت عن طريق نقل طيران المدني المعابر الجوي ولحظنا خلال السنة الماضية حتى الآن نحن نلاحظ أنه صار فيه أكثر من استهداف كما ذكر ما صار فيه استهدافات متكررة ومتعددة لمطار دمشق الدولي استهداف هذا التالي من نوعه لمطار حلب الدولي فإيران تعمد إلى تنويع اسلوبة في إدخال الزخائر إلى داخل سوريا بالنسبة لطيران المسيّر، الطيران المسيّر ليست جديدة في سوريا ولم تكن حصرا في الشحن الأخيرة اللي وصلت إلى مطار حلب فمعروف كانت سابقا في مطار تدمر مركز لتجميع الطيران المسيّر الإيراني كان في مطار التفور وتم استهدافه في تدمر في مطار التفور أيضا استهدفت أحدى الهنجارات اللي كانت تحوي معمل لتجميع الطيران المسيّر الإيراني في سوريا بالإضافة إلى بعض المستودعات كانت واقعة جنوب المطار أيضا الاستهداف اللي حصل في الشهر الرابع في شهر نيسان الحالي تم استهداف مطار الضبع واستهدفت فيه مركز لتجميع الطيران المسيّر بالإضافة إلى محطات اتصال خاصة في الطيران المسيّر الاستهداف الأخير حصل فيه استهداف لمستودعات تحمل صواريخ أرض أرض بالإضافة إلى زخائر متنوعة وبالإضافة إلى قطاع تجميع الطيران المسيّر المستخدمي في تجميع الطيران المسيّر في سوريا فالجانب الإيراني هو نوع من عملية الإدخال سواء عن طريق البر أو عن طريق المعابر الجوية اللي هو حلب ومطار دمشق نحن لاحظنا أحد الأساليب اللي استخدمه الجانب الإيراني بالتنسيق مع الجانب الروسي عندما بدأت الاستهدافات المتكررة من قبل سواء إسرائيل أو من قبل التحالف الدولي للشحنات البرية القادمة عبر إيران لاحظنا العديد من الأرتال الإيراني دخلت تحت حماية في ظل حماية العالم الروسي فكانت مرافقة من قبل آليات وسيارات تحمل العالم الروسي وتم إيصالها إلى تيدمور ومطار الضبعة ومطار الديفور ومطار الشعيرات إلى العمق السوري في الجنوب السوري نعم يبدو من خلال وصفك الراديوسوف بأن إيران تنوع أساليب إدخالها للأسلحة وحتى التصنيع داخل الأراضي السورية وهذا ما يود إلى تنوع أساليب الاستهداف من قبل الجانب الإسرائيلي نعم وبالتالي هناك خطط وبدائل للميليشيات الإيرانية سيد غزوان كيف تقرأ إذن؟ قلت حضرتك بأن ما يبرر هذه الضربات الأخيرة هو تغيير في الاستراتيجية وتوازن القوى وتغيير قواعد الاشتباك إذا كانت إيران والميليشيات الإيرانية بالفعل هناك مصانع لتصنيع الطيران المسير إذن ما أهمية هذه الضربات؟ تنبؤ أهميتها من أن جميع الفاعلين في سوريا تقريبا توافقوا على قواعد الاشتباك وإذا سمح لي ضيفك الكريم الرائد العزيز أن أعقب على نقطة فقد ذكرها أن أحدى القوافل دخلت بحماية روسية أو تحمل العالم الروسي لا يمكننا فصل المشهد السوري عن المشهد العالمي عموما ربما حدث ذلك قبل فترة إذ أن العلاقات بين سوريا بين إسرائيل وروسيا توترت قليلا على حلفية الحرب الأوكرانية وتردد إسرائيل في إدانة الحرب أو عدم وقوفها إلى جانب روسيا ما أغضب الروس ربما وأرسلوا رسالة الإسرائيليين كما تفضل الضيف الكريم أما أن تلك الضربات تحدث بموافقة ومباركة جميع الفاعلين السوريين وأعزز ذلك بأن قبل الانتقال إلى مطار حلب الدولي كان التمركز العسكري الإيراني في مطار الجرح ومطار الجرح كما نعلم يتتواجد فيه قوات روسية ونفذت ضربات إسرائيلية ولم يصب جندي روسي واحد ما يثبت أن الضربات تتم بالتنسيق مع الروس كما أن الروس يمتلكون منظومة دفاع جوي الاس 300 والاس 400 ولا يستطيع النظام تفعيلها للتصدي لتلك الغارات بخصوص تدير قواعد الاشتباك كما ذكرت سابقا أن العديد من الدوائر العبرية من مراكز دراسات ووسائل إعلام وسواه تحدثت عن أن الإيرانيين بدأوا بإدخال منظومات دفاع جوي ربما ليس ربما كانت ستغير من قواعد الاشتباك وبناء على معلومات استخباراتية تم استهدافها فضلا عن البدء بنصب منصات لتلك الطائرات المسيرة لكن إسرائيل استوقت ذاك الشيء وضربت المطار في رسالة قوية أخرجته عن الخدمة ولا نعرف حجم الضرر وكم سيستغرق المطار للعودة وتحدث ناشطون عن أن الانفجارات كانت قوية ما يدل على أنها استهدفت مستودعات للأسلحة نعم يعني الرائد يوسف يعني ما تنتهجه الميليشيات الإيرانية في سوريا هو الصبر الاستراتيجي وتلقي الضربات دون أي ردة فعل إلى متى ستبقى هذه القواعد قواعد الاشتباك هي ذاتها أخي الكريم الجانب الإيراني عمل في سوريا وعمل استراتيجي لا يدخل يعني في يعني هاي الأمور لها من شهدنا نحن كلها عبارة عن أمور تكتيكية تخدم هدف استراتيجي إيراني في سوريا إيران تريد السيطرة على كامل سوريا الآن الجميع يسمع عن الحل السياسي في سوريا هذا الحل السياسي اللي مطروح عن طريق الجانب العربي وأنا أعتبر هذا الحل السياسي هو نقاط تسبيت المكاسب والأرباح الإيراني في سوريا طالما الدول تدفع باتجاه الحل السياسي يعني الكاسب الأكبر في سوريا من أي صيغة حل سياسي ستظهر هو جانب الإيراني وذلك لأنه يحوي في سوريا أكثر من 63 إلى 65 ميليشيا إيرانية أي حل سياسي سوف يقدم هاي الميليشيا إعطاء الصبغة العسكري وتدخل ضمن قوام الجيش السوري اللي تطنح الدول التي تدخل في الحل السياسي الآن في سوريا فإيران نحنا أنت ذكرت من قبل قليل أن محطات الضيف الكريم ذكر عن محطات الدفاع الجوي الروسي ونحنا كلنا نعرف أنه فعلا كانت صامتة طوال فترة الضربات الجوي لنفذة إسرائيل بالداخل السوري هي تمس قواعد الاشتباك الروسي الإسرائيلي في سوريا ولكن لا تعني أن الروسي هو منفصل تماما عن الجانب الإيراني في سوريا الإيراني موجود في سوريا من قبل السورة السورية في محطات دفاع جوي أدخلت إيراني وفي تجارب وفي مستودعات كاملة تم إنشاء من قبل الجانب الإيراني على مستوى الرادارات ومحطات دفاع جوي ومحطات قيادة واتصال وتغلغلت الجانب الإيراني في داخل بنية الجيش السوري فمقصد الكلام أن الجانب الإيراني يؤسس إلى شيء استراتيجي بقاء دائم في سوريا وتحويل هالميليشيات إلى جيش منظم نشر محطات دفاع جوي نشر محطات الطيران المسير في المطارات محطات الاتصال الخاصة في الطيران المسير الصواريخ بعيد المدى إذن الإيراني يريد أي تغير في قواعد الاشتباك في المنطقة يريد أن يكون هو مسيطر وفاعل دولي قوي في تغير أي تغير قواعد الاشتباك بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا هذه النقطة بتحديد تعود لخارطة المصالح الدولي للفواعد الدولي المعني بالشأن السوري يعني السورية لا يوجد فيها فقط الجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني هناك القوى العربي القوى الأقليمي هناك القوى الدولي من روسيا وأمريكا هناك القوى الأوروبي ولو بدرجة أقل إذن هناك مجموعة من الفواعد الدولي المختلفة ذات المصالح المختلفة في سوريا هي التي تنادي بالحل السياسي إلى درجة أن لا تتغير قواعد الاشتباك إلى أي صدام نعم يعني وتحديدا حول الصدام نعم يعني الرائد يوسف تحديدا حول الصدام أريد أن أسر السيد غزوان هل يمكن أن نشهد الصدام بين الميليشيات الإيرانية والجيش الإسرائيلي في قادم الأيام خاصة مع تكثيف إسرائيل والجيش الإسرائيلي من غاراته على الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا أبدا أبدا منذ اندلاع الثورة السورية من 12 عاما وإيران تواجدت في الأراضي السورية وأيدت النظام بحجة أنه محور مقاومة وممانعة وخلال الـ 12 عاما لم تضرب طلق واحدا طلاقا من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل إيران لديها خبرة واسعة في كيفية التعامل وفي كيفية تثبيت نفسها لن تطلق طلقة واحدة باتجاه رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل هي تحاول ترسيخ وجودها العسكري فضلا عن الاجتماعي والديمغرافي وحتى الاقتصادي وشاهدنا كيف الآن الرئيس الإيراني في سوريا حتى يقول لكل الفواعل كما ذكر الضيف الكريم أننا موجودون وأننا لا نزال هنا وأننا فاعلون في الملف السوري ونذكر كيف أن روسيا عندما ضغطت باتجاه أصدقائها الأتراك وتابعها النظام السوري باتجاه التقارب أن إيران لم تكن أصلا موجودة وضغطت على النظام السوري حتى تحضر في الاجتماعات الآنفة وزيارة الرئيس الإيراني تؤكد ذلك لكن إيران تدرك أنها ليس بإمكانها أن تجعل من سوريا لبنان آخر تنفذ منه عمليات باتجاه إسرائيل هي تحاول ترسيخ التواجد العسكري ربما لتكرار لا قدر الله تجربة العراقية بإنشاء كيان موازي شبيه بالحرس الثوري والحشد الشعبي في العراق وإلى آخره كيان موازي للجيش هذا في جوهر الأمر لكنها حقيقة ليس في حسابها المقاومة ولن تتجرأ على فتح جبهة باتجاه إسرائيل من الأراضي السورية نعم يعني ويبقى ملف وجود الميليشيات الإيرانية في سوريا هو ملف هام جدا بالنسبة للملف السوري وسنتابع بطبيعة الحال تطوراته وأشكرك جزيل أشكر سيد غزوان مصطفى الغدير باكالوريوس علوم سياسية وعلاقة دولية كنت معي من غازي عنتاب وأشكر أيضا ضيفي الرائد يوسف الحمود الضابط المنشق كان معي من الشمال السوري والشكر الموصول لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة هذه تحية أنا عبادة حيداري دنتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة